أهلاً وسهلاً بكم مشاهدي قناة توب فايف إذا كنتم تودون معرفة أغرب الوظائف في العالم فهذا الفيديو مخصص لكم هناك الكثير من الوظائف المألوفة كالمهندس والطبيب والأستاذ والمزارع ولكن ثمت وظائف غريبة لا يستطيع المرأة تصور وجودها تابعوا معنا هذا الفيديو لتكتشفوا أغرب عشر وظائف في العالم أولاً متفئة الأسرة في الفنادق التقتصر مهام الموظف على النوم على أسرة الفندق بهدف تدفئتها قبل وصول النزلاء وإتقاد الموظف حوالي 24 ألف دولار سنوياً بالإضافة إلى الإقامة في الفندق ثانياً وظيفة المتعاطف وهي وظيفة سهلة جداً إذ على الموظف فقط أن يستمع لشكوى الأشخاص والتعاطف معهم وتشجيعهم ومحاولة تخفيف معاناتهم وهذا المقابل حصوله على 80 دولار في الساعة ثالثاً مطاردة القرود وهي توعد وظيفة صعبة إذ يطلب من الموظف أن يقوم بمطاردة القرود التي تزعج السياح وتقفز على سياراتهم في السفاري والأماكن السياحية رابعاً متذوق طعام الحيوانات وهي وظيفة طريفة وغريبة إذ تطلب الشركات المتخصصة بتعام الحيوانات من الموظف أن يقوم بتذوق الطعام الذي تنتجه لمعرفة إذا كان مذاقه لذيذ أم لا وتدفع هذه الشركات 50 ألف دولار سنوياً للموظف خامساً وظيفة الوقوف في طابور الانتظار وهي مهمة متعبة فإذا كنت لا ترغب بالانتظار لساعات لإتمام معاملتك في الدوائر الرسمية أو لشراء منتجات أثناء فترة تخفيض الأسعار فيمكنك الاستعانة بموظف يقوم بالانتظار في الطابور مقابل حصوله على مملغ مادي يصل إلى ألف دولار في الأسبوع سادساً وظيفة البكاء في المآتم وهي مهمة غريبة ومضحكة إذ يطلب من شخص ما القيام بالبكاء والصراخ بشدة في العزاء مقابل حصوله على مبلغ يحدد بالاتفاق مع أقارب المتوفي سابعاً معالج نفسي للحيوانات الأليفة وهي تعد مهمة سهلة لتتطلب شهادات عليا وعلى الموظف أن يحاول الاعتناء بالحيوانات المكتئبة أو الحيوانات المتشردة والتي تعرضت للتعنيف ويحصل المعالج على راتب سنوي يصل إلى 35 ألف دولار ثامناً موظف للنوم إذ يقوم الفندق بتوظيف شخص مهمته النوم لمدة 35 يوم متواصلة لتجربة إذا كانت الغرفة منيحة لنزلاء الفندق أم لا حيث تقوم الشركات التجميلية التي تنتج مزيلات رائحة الأبط بتوظيف أشخاص مهمتهم هي شم الأبط لمعرفة مدى فعالية منتجاتهم على الموظف أن يقوم بالاستلقاء على الأرض لفترة معينة دون أن يتحرك لتأدي الدور الميت في فيلم أو مشهد تمثيلي مقابل حصوله على مبلغ مادي تلك كانت قائمتنا اليوم لأغرب عشر وظائف العالم أخبرونا في التعليقات ما هي الوظيفة التي لفتت انتباهكم أكثر وإذا أعجبكم الفيديو نأمل أن تشاركوه مع أصدقائكم وأن تشتركوا في القناة